طيب دلوقتي نسيب حضراتكم مشاهدين مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع منا الشراء والفضل اليمن شكرا لك عبدالصامن التامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز والأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مصرو ترسل خمس طائرات عسكرية محملة بمساعدة طبية عاجلة لسوريا وتركيا جاء ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لكل من دمشق وإنقرة جرأ الزلزال المدمر الذي أصفر عن آلاف الضحايا أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أصفر عن آلاف الضحايا مؤكدا تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة من جانبه قدم الرئيس التركي شكرا للرئيس السيسي على هذه المشاعر الطيبة مشيرا إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد أعرب خلاله عن تعازي مصر في ضحايا الزلزال المدمر والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحة والمصابين وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم مشيرا إلى توجهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا من جانبه أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه النفتة الكريمة من الرئيس السيسي مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين وجهت الحكومة السورية الشكرى لمصر قيادة وحكومة وشعبا موضحة أن الشعب السوري لا ينسى أبدا كل من يقدم له يد العون وخصوصا في هذه الظروف التي تعيشها سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضربها جاء ذلك في تصريحات لوزير الإدارة المحلية والبيئة السورية حسين مخلوف في مطار دمشق الدولي عقب استقبال المطار ثلاثة طائرة مصرية محملة لمساعدة إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا أعلنت ثلاث دول أوروبية أنها سترسل خلال الشهور المقبلة مئة دبابة تقيلة إلى كياب لمساعدة جيشها في صد القوات الروسية والتي أكدت أن هجومها في شرق أوكرانيا يجري بنجاح يتي هذا الإعلان تزامنا مع زيارة غير معلنة هي الأولى لوزير الدفاع الألماني إلى كياب منذ تعيينه في يناير كما يأتي في وقت يحض فيه القادة الأوكرانيون خلفائهم الغربيين على تسريع تسليم دبابات تقيلة أشهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما قدمته إدارته خلال العامين الماضيين مؤكدا أنها استطاعت توفير 12 مليون وظيفة جديدة وخلال خطاب حالة الاتحاد السنوي الثاني له رئيسا للولايات المتحدة وصف بايدن تاريخ بلاده بأنه يمثل قصة التقدم والصمود وعدم الاستسلام مضيفا أن الولايات المتحدة استطاعت النجاة من كل أزمة عصفت بها خلال السنوات الماضية وخرجت منها أقوى مما كانت عليه وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية تعهد بايدن بدعم بلاده لأوكرانيا مهما استغرق الأمر لمساعدتها على صد العملية العسكرية الروسية على أراضيها وفقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع راقمات صواريخ من طراز هاي مارس إلى بولندا في صفقة بقيمة عشرة مليارات دولار وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إختار الكونغرس الأمريكي بالبيع المحتمل لنظام هاي مارس إلى بولندا وذلك وفقا لإختار من وزارة الخارجية الأمريكية جاء في الإختار أن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهدف السياسة الخارجية وأهدف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في الناتو وهو ما يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا قدمت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية تهنئة لفريق الهلال السعودي بفوزه على فلامينغو البرازيلي وصعوده لنهاء كأس العالم للأندياء كما قدمت الشركة المتحدة تهنئة للشعب السعودي الشقيق وجماهير الكرة العربية بهذا الإنجاز هذا وكان الهلال السعودي تغلب على فلامينغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف نهائي البطولة وختاما يلتقي فريق الأهل ريال مادريد الإسباني تسعة مساء اليوم في نصف نهاء كأس العالم للأندياء كان الأهلي تأهل إلى دور نصف نهائي من البطولة عقب الفوز على أوكليند سيتي في الدور الأول بثلاثية نظيفة قبل أن يعود ويحقق انتصارا صعبا أمام سيات للأمريكي بهدفين سجلوا محمد مجدي أفشا نهاية مجاز الثامنة عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر وبعد الفوز اشتركوا في القناة